فعلها ريشي سوناك أقال وزيرة الداخلية سوالا برافرمن بعد أسبوع حافل بالتصريحات والتكهنات وبعد نهاية أسبوع حفلت بتحليلات تتحدث عن ضعفه أمامها وقلقه من الفريق اليمين المتشدد الذي تمثله داخل حزب المحافظين قرر أن يبدأ الأسبوع بقراره الأصعب منذ توليه الحكومة أخرج برافرمن رغم أنه كان قد أعادها إلى منصبها بعد أسبوع من إقالتها في الحكومة السابقة فعقد صفقة مع رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون موليا إياه وزارة الخارجية ما يعني تحالفه مع الجناح المعتدل في الحزب بعد استبعاده أبرز سقور الجناح المتطرف أما للداخلية فعين وزير الخارجية جيمس كليفرلي أنا ملتزم تماما بإيقاف الزوارق كما وعدنا وملتزم أيضا بالتأكد أن جميع من هم في المملكة المتحدة يشعرون الأمن والأمان عندما يذهبون إلى أعمالهم بفضل معرفتهم بأن الحكومة موجودة لحمايتهم المعارضة العمالية من جهتها رأت أن تعيين برافرمن في الأصل كان بسبب ضعف سناك ودعت إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة أما الليبراليون الديمقراطيون فأعلنوا أن حزبهم سيحصد أصوات مؤيدي الحزب الذين خابت أمالهم منه تشير المعلومات إلى أن إيقالة برافرمن سببها تصريحاتها حول التشرد كأسلوب حياة لا هجومها الأخير على الشرطة لكن في كل الأحوال فإن قرار سناك إيقالة برافرمن سيكون له تداعيات كثيرة خاصة وأن المعلومات تشير إلى أن فريق برافرمن يتأهب لإطلاق حملة لزعامة الحزب قبل عام من الانتخابات العامة من لندن عروب عبدالحق العربية